السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بحضراتكم معي معلومة سريعة حبيت اوضحها للناس اللي بتقول ليه الفتلة بتخرج من الابرة اول ما هنيجي نخيط لسبب بسيط وهو ان الجزء ده من المكانة لو هو نازل لتحت زي ما واضح في الصورة كده والفتلة قصيرة اول ما هنيجي نخيط العمود او الجزء ده هيبدأ يطلع لفوق هيخرج الفتلة من الابرة فاحنا بنعمل ايه يا اما بنطول الفتلة عشان لما نيجي نشتغل اه لو الجزء ده اه اللي تحت وبيطلع فوق ما يخرجش من الابرة او نخلي الجزء ده يبقى الفوق على طول عشان اه نضمن ان هو ما يطلعش الفتلة برا واحنا اول ما نبدأ نشتغل يبقى اما بنطول الفتلة لو العمود نازل اه عشان ما تخرجش برا او يبقى العمود طالع بالشكل ده كده بالطريقة اللي باينة بالوقت كده اه والاضمن ان احنا نطول الفتلة عشان نضمن ان العمود لو طالع او نازل اه الفتلة مش هتخرج برا فاحنا بنطول الفتلة اه زي ما الحضراتكو هتشوفوا كده بالطريقة دي كده مش هتخرج لو العمود طالع او نازل مش هتخرج برا الخيط اتمنى تكونوا استفادتم من المعلومة السلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة